اهلا بحضراتكم في هذه التغطية تقرير مثير للحزن والغضب نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن شهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب والمعاناة في منشآت الاحتجاز والمعتقالات الإسرائيلية والتي لا توصف إلا بأنها أماكن مرعبة الشهادات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست بدأت بشهادة جهاد حمودة وهو مواطن فلسطيني من سكان مدينة غزة في العشرين من عمره والذي حكى لصحيفة واشنطن بوست عن معاناته في أحد مراكز الاعتقال الإسرائيلية وقال إنه مكث 17 يوما معصوب العينين ومقيد اليدين في منشآت احتجاز إسرائيلية وأجبر على الجثو على الأرض لساعات طواد دون أن يعرف مكان وجوده أو متى سيفرج عنه وأضف أن جنودا إسرائيليين اقتحموا منزل عائلته في مدينة غزة يوم الثامن من جسمبر الماضي وقتلوا جده البالغ من العمره 78 عام رغم أنه كان يعاني من الخرف فما اعتقلوا أخته وأعمامه وجدته وأبناء عمومته وأمض حمود في بداية اعتقاله يوما وبعض يوم محبوسا في منزل جاره في غزة حيث جرده الجنود الإسرائيليون من ملابسه الخارجية وروا كيف أن المحققين أوسعوه ضربا عندما نفى صلته بالفصائل الفلسطينية وأن أحد الجنود أمسك سكينا بيده وهدده ببتر إصبعه ما لم يكر بحيازته أسلحة وقال الشاب الغزوي أكدت لهم أنني طالب جماعي وليس لي علاقة بأي تنظيمات عسكرية وفي اليوم التالي اقتدوه إلى حدود القطاع المحاصر إلى مكان يفترض أنه موقع عسكري إسرائيلي وفي تعليقه على رواية حمودة ذكرت الصحيفة أنها لم تستطع التحقق من صحتها بشكل مستقل لكنها قالت أنها تتطفق مع شهادات ست معتقلين أخرين أطلق صراحهم مؤخرا وذكرت في تقريرها أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مئات الفلسطينيين في غزة وأحتجزهم دون تهم داخل إسرائيل بموجب إطار قانون سري وردا على سؤال حول إطلاق النار على جد حمودة صرح الجيش الإسرائيلي لواشنطن بوست بأنه سينظر في أسئلة من هذا النوع في مرحلة اللحظة وقال معتقلون سابقون للصحيفة الأمريكية أن المحققين سألوهم أثناء استجوابهم أين كنتم في السابع من أكتوبر في إشارة إلى اليوم الذي شنت فيه الفصائل الفلسطينية حجومها على إسرائيل وأضف المعتقلون السابقون أن المحققين سألوهم أيضا عن ما إذا كانوا يعملون مع حماس ومن غيرهم من الفلسطينيين وعن أماكن وجود المقاتلين والأنفاق تحت الأرض ونقلت الصحيفة عن فلسطيني أخر يدعى محمد أبو زور يبلغ من العمر 24 عام القول أنه احتجز لمدة 20 يوما داخل إسرائيل حيث منع الجنود عنه الطعام عقابا له مضيفا أنهم كانوا يسرون دائما على اتهامه بالانتماء إلى حركة حماس وعندما أنكر ذلك رقلوه وضربوه وأرغموه على التوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية والتي لا يفهمها ثم عرضوا عليه المال إذا تجسس لصالح إسرائيل لكنه رفض ويتذكر حمود أن كل معتقل كان يعود من جلسة الاستجواب إما مدرجا بالدماء أو عليه أثار تعذيب أو يصرخ ويبقي من الألم وأحيانا أخرى يرسلون من يتهمونه من سكان غزة بالارتباط بحماس إلى منشأة احتجاز أخرى وفي يوم السادس والعشرين من ديسمبر الماضي سلم الجنود حمود بطاقة هوياته ووضعوه في حافلة وأعادوه إلى جنوب فطاع غزة عبر بعبر فرما بوسلي مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم